السلام عليكم وهلوهلوم مساء السعادة والجمال عليكم يا امراتي يا امرات وحشتوني كتير كتير جمعة مباركة يا رب كل ايامكم خير وسعادة وفرح وراحة دايل اللهم امين اهلا بيكم النهاردة في فيديو جديد مليان من الطاقة ومليان من النشاط مليان من الافكار الحلوة لسيدة جميلة جدا بكل افكارها ولمستها الحلوة تعالوا انتابعوا مع بعض الفيديو لايكاتكم الجميلة طبعا وتعليقاتكم الاحلى والاحلى طبعا اصحاب القناة اللهم خلاص بقوا حاجة اساسية في حياتي حبيبتي توتي وكمان نهلة حبيبتي كمان مونة وعائشة شهرزات وكمان نهة تعليقاتكم جميلة جدا جدا كارين كوكي مش عايز انسى حد بجد كلكم على راسي من فوق احلى نوسة طبعا نسرين كمان برحب بام احمد من تونس ويه كمان حبيبتي الغالية خديجة من الجزائر انا حبيت اظهر كل التعليقات على قد ما اقدر فع ضروري ان هي كانت سريعة مش عايزة اخليها اضغطي على الفيديو عشان نستمتع به كمان بس حابة ان انا اشكركم على كل الكلمة انتو بتقولوها ويه كمان يعني عندي كده اخوات متابعيني دايما دايما بشكركم بجد على كل تعليقاتكم الجميلة ويراب دايما عند حصن ظنكم تعالوا بقى النهاردة لايكاتكم كمان وتعليقاتكم الحلوة وتعالوا نشوف السيدة الجميلة زي ما احنا شفنا كده معاها بداية هنشوف ازاي هي جهزت كمان التراس عندها وكل التفاصيل اللي عملته فيها بس تعالوا هنا نشوف تغييرها ليه الحمام هو كان الاول كمان بلون فاتح اللون الابيض كان حلو بس هي لما اديته الوان تانية مع اللون اللي تحس ان هو اقدر كده شوي او ازرق مش عارفة انتو شايفينه ازاي بس كان حلو جدا كمان الاضاءة اللي فيه الاضاءة دايما بتفرق جدا في شكل اي مكان سواء استخدمته الوزبوتس الصغيرة او الاضاءات المسطر اللي في الغرفة او كمان لو استخدمته الشموع زي ما هنشوف ليه افكار كتيرة جدا جدا في الشموع برضو كلها بتبقى حلوة جدا في البيت عندكم ده هنا لمستها بقى النهائية للذيكورات والترتيبات في الحمام بعد ما خلصت الاضاءة خلصت كمان ورق الحائط بدت تحط لمستها النهائية للذيكورات والورد وكمان الحاجات الاساسية الهاندووش والفوط والمناديل بطريقة حلوة جدا جدا بناخد افكار نقدر نحنا ننفذها حسب المتاح عندنا في البيت وتفاصيل بيتنا ازاي كلنا مزاي بعض فكلنا مش ممكن تعجبنا نفس الفكرة فكرة تعجبك انت وفكرة ما تعجبش غيرك تقدر يتعمليها في بيتك غيرك ما يقدرش ان هو يعملها فكل واحد طبعا حسب المتاح عنده تعالوا نشوف كمان معاها افكار لذيذة جدا للشموع تقدروا ان انتو كمان تعملوها هي جابت هنا الشموع اللي هي طبعا بتبقى الكتريك اللي هي بتبقى حاجات بالحجارة او بالشحن فبدت ان هي تعملها على حبل كده وشفتوا ان هي علاقيتها على تشباك طريقة برضو لذيذة ومبتكرة للذيكورات ومش بس الحاجات دي لأ كمان بتحب تستخدم الشموع اللي هي بقى الحقيقية اللي هي النار الحقيقية بانواعها المختلفة سواء الشموع اللي هي بتبقى في الجارات او كمان الشموع اللي هي الطويلة على الستند بافكارها المختلفة وباشكالها وبالوانها بتحب دايما ان هي تجدد فيها طبيعا اي حد بيحب اي حاجة لازم نوع فيها ويجدد فيها دايما علشان دي دي دايما شكل مختلف للبيت عنده حتى هنا الشموع اللي بقول لكم لها بالرموت طبعا في منها حاجات بتبقى الوانها سابتة في حاجات تقدر يتغيري الوانها بالرموت يعني افكار متعددة نقدر ان احنا زي ما قلت لكم نجيب حسب المتاح ونغير من ستايل البيت محافظتها كمان على نفسها وعلى رشاكتها وعلى الرياضة من الحاجات الاساسية عندها في البيت علاقتها كمان بافراد اسرتها سواء مع زوجها تعاونوا معاها وكمان مع اولادها نشوف كل ده خلال الفيديو بس خلونا نشوف هنا كمان تفاصيلها الحلوة في التجديدات كان عندها الاول ترابيزة باللون الابيض حبت ان هي تغيرها جابت الورق الستيكر وبدأت ان هي تثبته على الجزء اللي فوق وكمان عملت سبري على الرجول دهانتها وشوية اضافات من اللون الدهبي غيرت من شكلها يعني هي كان طبعا اللونين لايقين مع الوان البيت عندها اسود او ابيض بس التغيير زي ما بقولكم دايما بيكون مطلوب في حاجات كتير قوي عندنا هنا كمان برضو بتقول الرجول بتاعة الكراسي في قطع سيليكوم بتقدر ان انت تركبيها فيها عشان تحافظي على البلاط بتاعك وكمان الاسوات المزعجة من الحاجات برضو اللذيذة كمان هنا بعض افكار بقى ليه الانتري اريا اللي هي مدخل البيت كده ازاي تخلوه بشكل حلو كمان اي حد يدخل عندكم يبقى النظرة الاولى يبقى شكلها حلو طبعا لو انتوا عندكم مكان زي هول كده او زي طرق كده بتقدر ان انتوا تحطوا فيها ديكورات مختلفة كتير قوي بس حتى لو انتوا عندك مكان صغير تقدر تحط فيه زرعة او كرسي او باف صغير او طابلوم راية هيبدي برضو شكل لذيذ اللي عجبني هنا كمان بس مش افكارها للديكورات لأ شوفوا كمان لما هي حطت الاباجورة السلك بتاعها عشان ما يبقاش شكله كمان ظاهر وشكله مش لطيف في بوض شكل الديكور كله شوفوا ان هي ثبتته في ظهر المكتبة او البوفي او الكنسول اللي هي حطاه بطريقة حلوة اوي ثبتت هوكات وبدأت على يعني هي مشيته على السلك على الاساس نفسه بحيث ان هو يبقى متغطي وراها فيدي كمان شكل حلو قوي شوفوا كمان فكرة ان هي مش شرط ان هي تحط الكرسيين جنب بعض ممكن تحط كرسي والجنب التاني تحط اي ديكور يعني برضو من الحاجات اللي تقدروا ان انتوا تغيروا فيها كمان هنا عندها برضو ترابيزة جديدة لليفنج روم شكلها حلو ستايل مختلف تغيير برضو زي ما بقول دايما بيكون مطلوب ان هي تجدد في حاجات حتى لو في ترابيزة او في كرسي في شكل الديكور بيفرق طبعا جدا جدا في نفسيتنا احنا ما بنحب التغيير ونفس ستايل الترابيزة نفس ستايل الكراسي هنا بدأت ان هي تحطه هنا برضو في المدخل وشوفوا يعني زي ما بقولكم مش شرط ان احنا نحط الكرسيين جنب بعض ايه حطت واحد بس والتاني بدأت ان هي تحطه في مكان تاني مع اباجورة ويبقى كورنر تاني مختلف فبردو دي منا الافكار الملفتة للسيدة اللي معنا تعالي نشوف بعض المشترياتها كمان هنا للحمام سواء اللي هو القطع اللي احنا بنحطها على البنيو عليها الدكورات او كمان حاجات اللي بستخدموها في الشاور والشامبو كمان البسكت السنسور الحلو جدا طبعا ومناسب جدا استخدام الحمام من الحاجات برضو اللي بدأت ان هي تجدد عندها البيت بناخد افكار للمشتريات والمنتجات اللي موجودة في السوق ونعرف فكرة عنها زي ما قلت لكم كمان تفاصيلها مع اولادها دايما تشتري لهم الالعاب سي لعبة البولنج او كمان لعبة هنا لذيذة قوي ان كل واحد عنده زي بورد كده وفيها مكان مفتوح يقدر ان هما يدخلوا فيها جول فبرضو من الافكار الحلوة ودايما هي بتحاول ان هي تخليهم يستمتعوا بوقتهم على قد ما يقدروا وكمان حتى بتديهم مساحة ان هما يلعبوا بكل حاجة بس الاهم ان هما لازم يحافظوا على الحاجة شفتوا لما هي بيلعبوا بحاجة لازم يلموها مكانهم وكمان هنا بدأت نجيب لهم زي بوكس كده يبقى كمان شكله ديكورة عندها في التراس برا وكمان ان هما يجمعوا في الالعاب بعد ما يلعبوا فحلو ان احنا نخليهم يلعبوا يستمتعوا بوقتهم بس كمان نديهم زي ما بندهم الحرية في كده نديهم كمان ان هما مسئوليتهم ان هما يلموا الحاجة بعد ما يخلصوا ده هنا التراس بقى اللي كان شكله حلو قوي تعاون زوجها معاها في ان هما ازاي يخلوا بشكله حلو الادئات اللي عملوها في السقف كمان بدأوا يعملوا اعداد مختلفة تربيزة للأكل والمكان اللي تاني عاملوا فيه كنا بيبقى استمتاع برضو بجوه مختلف فكرة بقى ان هي بتدي اللمسة بتاعتها سواء الادئات او الورد ان هو يعمل حاجة وهي تعمل حاجة من طبعا التعاون من الحاجات اللي دايما بنقول عليها في الفيديوهات بتبقى لزيزة جدا وبتعمل جوه مختلف في الاسرة فبدأوا ان هما يعملوا اعداد لطيفة جدا جدا بادئاتها بقى بديكوراتها بألوانها بكل حاجة كانت بجد مميزة كمان عندهم جزء خلفي من البيت الباب الخلفي اللي وراء برضو مكان بدأت ان هي تعمل فيه ديكورات بدأوا يتعاونوا مع بعض ان هما يعملوا زي كنبة وديكورات كمان وإداءات يعني بتحاول ان هي تستغلي كل مكان موجود عندها بره او جوه تخليه مكان تحسب كل مكان موجود يعني لازم نكون عندنا اي كورنر في البيت نديله حقه بجد وان سواء بتحط ديكورات او بتحط اداءات او حتى بتعملي مكان تعادي فيه لازم كل مكان عندك وكل شبري في البيت لازم بجد ان احنا نديله حقه عشان نستمتع ببيتنا دي هنا زي ما قلتلكم فكرة الشموع اللي هي بتعملها بنفسها في البيت بتجيب الشمع الخام وبتسيحه على النار وبتبتدي تجيب الروايح اللي هي حباها اي عطر هي حباها بتبتدي تضيفه ليه ويه كمان بتجيب القالب المناسب ويه بتجيب كمان الخيوط اللي تقدر نيتحطها في الشمع وبتحط بقى برحيطها واحدة اتنين عشرة يعني بتقدر تعمل حاجة اللي هي عايزها ده فكرة مشروع حلوة جدا جدا تقدروا تعملها في البيت بالأوالب السيليكون وبالجارات المختلفة والبولات المختلفة وتبقى حاجة تقدروا تعملها في البيت وتسوقوها لصحابكم ولجرانكم تبقى فكرة برضو حلوة كمان هنا من الافكار اللذيذة شوفنا الفرشة الصغيرة اللي تقدر تعمل بها اماكن صغيرة جدا للدهانات برضو ديت حاجة عملية جدا واعطاك ان احنا ممكن في اوقات كتير بنكون محتاجينها ليه تفاصيل صغيرة عندنا وكمان فكرة هنا الشجرة الكبيرة انا عايزت عليكم بقى اذا كانت مناسبة ولا لأ حسيت ان هي مكانها مش مناسب ممكن تتحطي في كورنر تبقى افضل اني حسيتني هي غطت على المكان كله فاقولولي برضو انتم ايه رأيكم زي ما بنشوف الحاجات الحلوة ممكن ان احنا برضو ندو شوية انتقاد على حاجات احنا بنشوفها حبها كمان للالوان في الاطباق وفي الكبايات وفي تقدمتها الوان لصيف المبهجة لحاجات كتير قوي هي بتستخدمها حبها للزرعة والنباتات ودايما بتدور على ايه الجديد عشان تهتم بزرعها زي الستاند فيه نباتات بتبقى متسلقة كده اللي هي الصغ بتاعها بيجبر وبتمشي على الحيط او على اي حاجة ففكرة ان انت تحط تستاند فيها وتبدأ ان انت تثبت عليها النبات باشكال مختلفة كانت برضو فكرة لذيذة جدا جدا لها حبها هنا كمان برضو للطابلوهات السيمبل جدا وتلاحظوا ان هي كلها فيها الاشكال اللي هي بتاعت الشخصيات الاغريقية الرومانية الحاجات دي مش عارف ازا كنت صحة ولا لأ بس كانت برضو من الفتاتي المميزة لها اللي بتضيفها لي ديكورات كتير عندها في البيت طبعا احنا ممكن يكون عندنا حاجة كده بتبقى معينة او طاطش معين كده بنحب نضيفه للبيت عندنا سواء في لون معين او في ديكور معين فدي برضو كانت من الحاجات اللي هي بتحبها كمان بتبرين افكار لبعض الحاجات اللي بتكون عملية جدا جدا في شنطتك زي البطل اللي تقدر يتطبقيها متاخدش معاك مساحة او علبة صغيرة متأسلمة تحط فيها ادوية او اكسيسوريس بتاعتك كمان المحفظة اللي بتاعت الكروت وبتاعت الكريدت كارد والبطاقات والرخص بتاعتك برضو من الحاجات اللذيذة اللي تقدر ان هي تلم معاك حاجات كتير وكمان التستر بتاع البرفيوم اللي تقدر يتاخذي فيه كمية صغيرة متشليش اجازة كلها برضو لازم تكون موجودة في شنطتك ومن الحاجات اللي بقيت عملية جدا جدا لكل ست تعالوا بقى نشوف معاها لمساتها للديكورات والافكار الجميلة اللي هنختم بها الفيديو من الحاجات الحلوة جدا اللي هتلاقوها في الفيديو افكارها اللي الديكورات استخدامها للون الاسود والابيض فبيتها كله كده تحس ان هو منور بكل افكارها ولمساتها الجميلة هي اصلا امورة وجميلة زيكم كده يا احلى اميرات يارب يكون فيديو النهاردة يكون عجبكم باشكركم طبعا لو وصلتم معايا لحد هنا يارب دايما عند حسن ظنكم بتنسوش لايكاتكم قبل الفيديو ما يخلص ويتعلاقاتكم الجميلة اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله ويسلام